نلتقى رئيس مجلس الدولة الصيني ليكو تشينغ الحاكم العام لنيوزلندا باطسي ريدي بعد ظهر يوم أمس الثلاثة بتوقيت المحلي في مقر الحاكم العام بولينتون في مستهل اللقاء نقل ليكو تشينغ التحيات الطيبة من الرئيس الصيني شي جنبين إلى الحاكم العام ريدي وقال ليكو تشينغ إن الصين ونيوزلندا تربطهما ثقة سياسية متبادلة رفيعة المستوى حيث تتحل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين بأساس شعبي عميق مشيرا إلى أنه بفضل جهود المشتركة من كل الجانبين ظلت تنمية العلاقات الصينية نيوزلندية تتصدر العلاقات الصينية مع البلدان المتقدمة الأخرى منذ آمد طويل وذلك بثمارها الوافرة التي لا تدفع تطوير المصالح المشتركة بين البلدين فحسب بل تعود بالنفع على السلام والاستقرار والازدهار في آسيا والباسيفيك وأعرب لي عن أن الصين تحدوها الرغبة في بذل جهود مشتركة مع جانب نيوزلندي لدفع تكثيف التبادلات بين البلدين في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وغيرها والارتقاء بالتعاون الودي الصيني نيوزلندي إلى أعلى مستوى في ظل الوضع الجديد من جانبها عرب تريدي عن ترحيبها الحار بزيارة ليكوشان مضيفة أن جانب نيوزلندي يولي اهتماما بالغا بتنمية علاقات التعاون الودي بين البلدين وأن جانب نيوزلندي مستعد لتعزيز التعاون وتعميق التبادلات مع جانب الصيني اشتركوا في القناة